أولا أود أن أشر أن هذه الإحصائية 90% مبالغ فيها كثيرا نعم هناك حالات كثيرة وحالات ضخمة وعدات ضخمة من العنف الطفل لكن ليس بهذه النسبة هذه النسبة تشر أن ليس هناك أطفال في المدارس ويأخذون مستقبلهم ويتمتعون بحقوقهم نرجع للمنظومة القانونية المنظومة القانونية عندنا بالعراق متكاملة جدا نحن منضمين لاتفاقيات حماية الطفل آخر اتفاقية حماية حقوق الطفل عام 2007 صدر بها قانون وصادق عليها قانون مجلس النواب رقم 22 سنة 2007 عندنا قانون قانون وزارة العمل قانون رعاية الأحداث قانون العقوبات العراقي قانون ضمان الاجتماعي قانون الحماية الاجتماعية عندنا المنظومة القانونية متكاملة جدا وأعتقد لا يحتاج قانون لأن القوانين هذه العددتها مغطية جميع الأحداث لكن المشكلة هي أولا من ناحية الاقتصادية الأسرة عندها خلل الاقتصادي وتفكك اجتماعي في بعض الأسار المشكلة الثانية مؤسسات الدولة المختصة بحماية الطفل ورعاية الطفولة ومنع العنف عن الطفولة وتشغيل الطفولة هذه المؤسسات مقصرة في عملها لأن القوانين موجودة لكن لا تنفذ القوانين مؤسسات كبيرة وكثيرة ومختصة على حماية الطفل وإعطاء حقوق الطفل والضمان الاجتماعي ومنع الطفل من التشرد والتسول ومنع الطفل من الاعتداء عليه وكفالة الدولة في حقوق الطفل وضمانه الاجتماعي وتأهيله ومنع تشرده وانحرافه هذه كلها قوانين موجودة لكن المؤسسات المختصة لم تقم بواجبها لم تقم بتطبيق القانون القوانين موجودة لكن ما أهمية القوانين أن لم يكن هناك تنفيذ فعلي فلو كانت هذه المؤسسات مؤسسات الدولة المختصة بهذا الموضوع هالنقطة سيد حيدر لكانت هناك اختصاصات مؤسسات الدولة لو كانت بواجبها لأصبح القانون مطبقا في جميع نصوصه وفي جميع مواده وحيث أن القوانين المستندة إلى التفاقيات الدولية ومستندة إلى الدستور العراقي الدستور العراقي الذي يلزم الدولة بكفالة حقوق الطفل ومنع الاعتداء عليه ومنع التعسف ومنع التجاوز عليه ومنع انحرافه ورمان حقوقه